فإذا أحبائي الجهاد المسيحي في كل بساطة إذا أردت أن أشارك في بعض الأفكار هو قبول أحبائي وحمل الصليب ثم هو التحرر من الذات والجهاد هو رفض الخطية كليا والجهاد هو أن نتشبه وأن نتقدس بالمسيح الجهاد هو قبول الاضطهاد وقبول الآلام أيضا ليست مجرد الأعمال البشرية الظاهرة لكن نتكلم عن إخضاع الذات لربوبية المسيح وقمع الجسد بكل الأشكال ونعتمد طبعا من ناحية تاني ناحية إيجابية على نعمة الله وعلى رحمة الله بالكامل وأن ندرك كل الإدراك كما قال يسوع المسيح لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا ثم أحبائي كما قال رسول بولوس إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فهي عملية قمع للجسد وإماتة طبعا شهوات الجسد والذات والعالم أيضا مكتوب في رسالة فليبي فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح حتى إذا جئت ورأيتكم أو كنت غائبا أسمع أموركم أنكم تثبتون في روح واحد لاحظ الكلام مجاهدين معا بنفس واحدة لإيمان الإنجيل غير مخوفين بشيء من المقاومين الأمر الذي هو لهم بينة للهلاك وأما لكم فللخلاص وذلك من الله ثم بيستمر الرسول بولوس بيتكلم لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أيضا أن تتألموا لأجله يعني باختصار إنه جهاد الشجاعة والمواقف المشرفة وعدم الخوف إنه جهاد الحب إنه جهاد السلام والصلاح وعمل كل خير من أجل البشر كما ترى أحبائي غير مقصود بالقتل أو الغزو أو الاحتلال